بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين في خطبة الزهراء سلام الله عليها مجموعة من المعارف التوحيدية العميقة والدقيقة واللطيفة للغاية جدا كيف لا؟ وهي أعرف الناس بالتوحيد بعد أبيها وبعدها سلام الله عليهم أجمعين تقول صلوات الله عليها ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها أحد الألغاز في معرفة خلق الله سبحانه وتعالى الأشياء كيف أن الله عز وجل خلق الأشياء لا من شيء يفرقون بين الخلق الصناعي والخلق الإبداعي الخلق الصناعي أن تصنع شيئا موجودا من شيء موجود كأن تأتي إلى الخشب فتصنع منه طاولة أن تأتي إلى الحجر فتصنع منه بيتا الله عز وجل خلقه خلق إبداعي وليس صناعي فقط بمعنى أنه خلق الأشياء لا من أشياء كانت أبدا وهذه معرفة توحيدية تسجلها فاطمة عليه السلام في خطبتها وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين